تنفيذاً للتوجيهات الملكية وأمر اسم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل وزارة الإسكان تأمين وتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين عبر تنفيذ خطط متكاملة من خلال طرح المزيد من الخدمات الإسكانية التي تواكب المتطلبات الحديثة نعم هذا وتقوم وزارة الإسكان بدور محوري كبير من خلال إدارتها للملف الإسكاني ما أدى إلى تسريع وطيرة الإنجاز وضمان العيش الكريم للجميع من منطلق توجيهات جلالة الملك المعظم واهتمام حكومة مملكة البحرين بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين تسعى الحكومة جاهدة برئاسة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء لتوفير السكن المناسب لكافة الأسر البحرينية بما يردي طموحاتهم وتطلعاتهم ونعرب هنا عن ارتياحنا بما ينجز لتلبية الاحتياجات الإسكانية للأسر البحرينية حيث تجدر الإشادة بالإنجاز الحكومي القياسي ونؤكد بهذا الصدد على ضرورة مواصلة الخطط التطويرية لقطاع الإسكان بحلولها المبتكرة واستثماراتها الضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص لتأمين السكن اللائق والملائم للمواطنين وزارة الإسكان لم تتدخر جهداً في سبيل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ودعم المسيرة التنموية الشاملة عبر مواصلة مساعية وخطتها المتكاملة التي تضمن الإسراع بوتيرة الإنجاز فقد حرصت على سير الإجراءات اللازمة لتوزيع 6128 خدمة إسكانية تنفيذاً لأمر سمول العهد رئيس مجلس الوزراء والذي أطفى مزيداً من الفرح على المواطنين بالتزامن مع أعياد مملكة البحرين الوطنية هذه القفزة النوعية التي تشهدها مملكة البحرين في الملف الإسكاني كانت ولازالت مستمرة في كافة المحافظات حيث أسمت وبشكل مباشر في توفير المزيد من الخدمات الإسكانية من أبرزها إنشاء العديد من المدن الإسكانية إلى جانب إطلاق برنامج مزايا مع توسعة امتيازات الخدمات التمويلية باعتبارها خدمات فورية لجميع المواطنين بما يضمن الاستقرار والعيش الكريم في وقت قياسي ما تقوم به وزارة الإسكان يسير وفق رؤى وتطلعات عصرية من خلال إنجاز المشاريع الطموحة التي تضاهي المستويات العالمية وتؤكد على ما تشهده المملكة من نهضة عمرانية حديثة